المجانين يحكمون العالم وكأن قدر هذا الكوكب أنه في كل سنة يظهر مجنون في بلد ما عشان يقلب الطولة على رأس الجميع ويدحفنا بمجموعة من التصريحات المجنونة خافير مايلي رئيسا للأرجنتين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي وعدد كبير من الشهداء والمصابين وفي ظل توطرات في المنطقة وتكاهنات بحربة عالمية ثالثة يأتي للأرجنتين رئيس يميني متطرف مجنون هكذا يطلق عليه يعيد للأذهان أيام دونالد ترامب والحقيقة في وجود المجانين هناك شخص يتغذى على هذا النوع من الرؤساء بل أعتقد أنه يمكن يكون أول لقاء ما بين خافير مايلي وما بين أي رئيس أجنبي يكون ما بينه ما بين عبدالفتاح السيسي لأن السيسي بيعجب جدا بهؤلاء الناس اللي زي خافير مايلي ودونالد ترامب لما بيشوفوا السيسي بيضحك الدحكة الغريبة دي بيثنوا على الجازمة بتاعته بقولوا إحنا مبسطين جدا بالجازمة بتاعتك فعبدالفتاح السيسي يعني بيكون سعيد تشابهات كثيرة بين خافير مايلي وعبدالفتاح السيسي بين رئيس يميني متطرف وجنرال عسكر إفاشي يقتل شعبه بين رجل جاء على رأس سلطة في دولة هي الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي وجنرال عسكري بلده هي التاني بعد الأرجنتين في الاستدانة من صندوق النقد الدولي أبل الحديث عن قطاع غزة أبل الحديث عن فلسطين أبل الحديث عن خطط التهجير والدماء هناك نتحدث عن المجنون الجديد الذي يترأس الأرجنتين بين خافير مايلي وعبدالفتاح السيسي تشابهات كثيرة نبدأ بخافير مايلي الرئيس الأرجنتيني اللي لقبه المجنون البلده هناك في الأرجنتين التضخم السنوي فيها 143% معدل الفقر في الأرجنتين 40% الراجل خافير مايلي ده وعبد بإجراء تغييرات وإصلاحات اقتصادية جذرية هيعمل إيه بقى؟ بص بقى الأفكار الجميلة من عينة أطول نجفة وأكبر نهر والكلام ده وعد بتفجير البنك المركزي هو ده البنك اللي عمل لنا المشكلة اللي عندنا فيه أزمة في العملة وما عندناش فيه دولارات وفجروا وعد بالتخلص من العملة المحلية اللي هي البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار انتوا عايزين نعملين تقولي العملة بتغرأ فيه تعويم فيه مش عارف كذا طب أنا هلغي العملة المحلية أصلا وعد باتباع سياسة تقشف وبخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية هيخفض الدعم يعني الله ده بيفكرنا بحد يا جماعة ده بيفكرنا بواحد كده ما أنا بقولك التشابهات ما بين الاتنين كبيرة أوي الراجل ده خافير مايلي والراجل ده عبدالفتاح السيسي مايلي وعد بإلغاء وزارات الثقافة ووزارة المرأة ووزارة الصحة ووزارة التعليم لا عنده تعليم ولا صحة ولا توظيف ولا أي حاجة خالص وعد بتخفيف قوانين الحد من الأسلحة وكمان وعد بتقنين تجارة الأعضاء البشرية انتقد بابا الفاتيكان وقال إنه ممثل كل ما هو أكثر ضررا على الأرض الراجل ده بيمثل الأفكار المتطرفة والأضرار الكبيرة اللي موجودة على الأرض ده خافير مايلي يا جماعة مش عبدالفتاح السيسي طب ما تيجوا نشوف عبدالفتاح السيسي ايه أوجه التشابهات ما بينه وما بين هذا المايلي تدخم السنوي عند السيسي 102% تقريبا وبنتكلم على مؤشر هانكي إنه حوالي 38 واحد من عشرة معدل الفقر في مصر 29 المؤشر هانكي هو 102% البنك المركزي بيتكلم عن 38 واحد من عشرة في المية معدل الفقر في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي هو 29.7 من عشرة أما البنك الدولي فقال إنه 60% من مصر من المصريين إما فقراء أو تحت خط الفقر الدين الخارجي المركزي في عهد عبدالفتاح السيسي وصل إلى 165 مليار دولار والرجل هناك مايلي هيفجر البنك المركزي السيسي بيتحكم في سياسات البنك المركزي يعني بدل ما يفجروا ليه نفجروا لما ممكن نتحكم فيه مايلي اتبع سياسة التقشف والسيسي اتبع سياسة التقشف مايلي قال هيقلل الدعم السيسي فعلا ألغى جزء كبير من الدعم توسع في بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية الخاصة الراجل مايلي هيلغي وزارات الصحة والتعليم والثقافة السيسي عسكر وزارات النقل والصحة والتعليم أطلق ياد الميليشيات التحق بقى السيناء والشيخ ابراهيمي الأرجاني في البلد أنشأ مركز لزراعة الأعضاء البشرية الثاني هناك انتقد بابا الأرجنتين السيسي انتقد شيخ الأزهر وقال له تعبتني يا فضيلة الإمام تشابهات كبيرة ما بين عبدالفتاح السيسي الجنرال العسكري وما بين خافير مايلي الرئيس الأرجنتيني المتطرف تعالوا نشوف بعض الصحف قالت ايه على خافير مايلي الرئيس الجديد للأرجنتين ونبدأ من مادا مصر وعد بتفجير البنك المركزي وفاز برئاسة الأرجنتين بيقول موقع مادا مصر أن اليمين المتطرف خافير مايلي فاز برئاسة الأرجنتين بالأمس بعد ما حصل على 56% من أصوات جولة الإعادة على حساب منافسه اليساري ووزير الاقتصاد السابق سيرجيو ماسا في انتخابات جاءت وسط أزمة اقتصادية طاحنة تضرب الأرجنتين وبيتكلم تقرير مادا مصر عن المشاكل الاقتصادية الموجودة من ارتفاع للتضخم والمعارضة أما موقع الجزيرة نت فاتكلم عن مرشح أقصى اليمين خافير مايلي رئيسا للأرجنتين وبدأ أيضا يعدد بعض الأمور المتعلقة بمايلي والأرقام اللي هيشوفها لكن الجزء التالت في التقرير ده ياريت نطلع كده تالي الجزء المتعلق بدونالد ترامب لأنه نقطة مهمة أوية عشان تعرف مين اللي بيضم على مايلي اللي بعد ده لو سمحته تهنئة دونالد ترامب من جهته عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تهانيه لمايلي بفوزه في الانتخابات وأكد عبر حسابه الاجتماعي تروث سوشيل أن الرئيس الأرجنتيني الجديد سيعمل على تغيير بلاده يبقى هنا عندنا ترامب مبسوط جدا الحقيقة من انتخاب هذا اليمين المتطرف موقع العربية أيضا تحدث أن الأرجنتين انتخبت نسخة عن ترامب رئيسا وعد بنقل سفارتها للقدس ده بمناسبة اللي حاصل في الأراضي الفلسطينية حاليا إحنا أمام مشكلة حقيقية أن المجانين فعلا بيحكموا العالم مفيش أصوات معتدلة إما جنرال عسكري إما ديكتاتور إما ولي عهد لديه أحلام وطموحات كبيرة وبالتالي هذا العالم أصبح مكان خطر الحقيقة لا مكان فيه للعقلاء أمثال بن يمين نتنياهو عبدالفتاح السيسي ومايلي وترامب ربما يأتي رئيسا هم دول اللي بيحكموا البلاد وهم دول اللي بيجروا العالم مش بس لحروب عالمية تلتة أو رابعة أو خمسة لكن للقضاء على الجنس البشري كله لأنه راجل بقول لك هيلغي وزارات وهيفجر البنك المركزي الحقيقة ده خطر أنه يترقص بلد بحجم الأرجنتين بالحديث عن المملكة العربية السعودية عزيز المواطن ومن شككوا في دور المملكة ومن تحدثوا وانتقدوا ونادوا وقالوا أين المملكة العربية السعودية من قطاع غزة الحقيقة أن ولي العهد السعودي بيسكد جميع الألسنة وبيخرس جميع المعارضين والمنتقدين ومن يصطادون في الماء العكر الناس اللي شككوا في دور السعودية تجاحر بغزة ولي العهد السعودي يقف لكم بالمرصاد طلعوا لنا جماعة الخبر بتاع ولي العهد السعودي وتصريحاته القوية بخصوص غزة موقع العربية ولي العهد السعودي نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 كتر خيرك أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن السعودية تطالب بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية كتر خيرك يا سمو الأمير طلبت بإيه كمان طلب الأمير محمد بن سلمان بإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة ممتاز كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل طب ما ده كويس يا جماعة طب ما هي دي من توصيات القمة العربية اللي هي خلصت يوم 11 نوفمبر وإحنا النهاردة 21 نوفمبر يعني من 10 أيام يا سمو الأمير طب أنت استضفت الناس عندك وقلتوا الكلام ده في ال 31 مطلب الله طب أنتوا من وقتها بقالكم 10 أيام لسه مدخلتوش المساعدات أنتوا بعد 10 أيام لسه بتطلبوا بالمساعدات الله أمال اللي جان الالكترونية يومها عملت لنا هشتاج السعودية العظمى ليه أمال الناس كلها اتكلمت أن سمو الأمير لم العرب عنده وخدوا قرارات نارية ليه يعني أنت بعد 10 أيام مش عارف تطبق قرار واحد أنك تدخل المساعدات طب أنتوا قلتوا وأوصيتوا بوقف تصدير السلاح لإسرائيل طب أنت جايتوا طالب بعد 10 أيام ليه يا سمو الأمير هل ده يعني أن القمة العربية فشلت هل ده يعني أن الحكام العرب فشلوا هل ده يعني أن حضرتك والجماعة اللي معاك اللي جوا من قمة الرياض اتكلمته وناديته وما حد استمعك ما أقول حقيقة برضو يعني عشان الحق يتقال يا سمو الأمير أنا كنت ناوي أقول أن ده موقف قوي من السعودية وكنت ناوي يعني أن أنا أثني على السعودية وأقول يا جماعة آخر كلام الأسبوع اللي فات نادى وقال السعودية فين فاستجاب ولي العهد بس الحقيقة برضو يعني الموقف مش على المستوى اسموه الأمير بأمانة يعني امتزعلش مني الموقف برضو لسه بنطالب وأما أنت طالبت يا بي من 10 أيام بس الحقيقة الفقرة دي مش عن موقف ولي العهد السعودي بأمانة يعني ما خديش عليكو يعني إحنا أسرة مع بعضين على رأي خالد الصاوي في البشاة الميز الخبر ده كان مدخل للفقرة اللي إحنا بنكلم فيها كنا عايزين نقول إن السعودية لها مواقف مشرفة ولكن هناك من يسيء للمملكة فأتار إن ولي العهد كمان مواقفه بتسيء للمملكة ولي العهد نفسه لسه بيطالب وبيناشد وبينادي وبيسأل وبيستأذن ولي العهد السعودي اللي بيطالب بإدخال المساعدات وبيطالب كمان بوقف تصدير السلاح في نفس اللحظة اللي بيطالب بيها بكده رئيس هيئة الترفيه وذراعه الأيمن طال عمره سموه المستشار فضيلة تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحقيقة كان بيطالب بحاجات تانية وبيعلن حاجات تانية عزيز المواطن أقدم لك رئيس هيئة الترفيه والفعالية الجديدة في موسم الرياض المهرجان العالمي للكلاب في موسم الرياض أول مهرجان في العالم يجمع أربع بطولات للكلاب في مكان واحد كلاب العمل والرشاقة ومسابقة الجمال وأكتر من 250 كلب حول العالم من 30 نوفمبر ل1 ديسمبر والترجمة موجودة تحت باللغة الإنجليزية احجز تذكرتك الآن سموه طال عمره تركيا الشيخ بيعلن عن مهرجان الكلاب ده شيء عظيم جدا ده شيء بصراحة جميل يعني فضلته بعد ما خاض معارك وانتصر فيها وصلنا لمرحلة الكلاب إنه الراجل عامل لنا مهرجان للكلاب الناس في فلسطين بتتقتل الجماعة بيستشب منهم 11 ألف مش عارف كامه 30 ألف مصاب الولاد مش لقيه مدارس لأنها تهدت على دماغهم ولي العهد بيطالب بإدخال المساعدات بيطالب بوقف تصدير السلاح وتركيا عامل مهرجان للكلاب طيب أنا مش هعلق يعني أنا أسيب لحضرتك التعليق إنت أحكم إيه رأيك في الكلام ده بس تعالوا نشوف تركيا يا الشيخ هل موضوع الكلاب ده هو أول حاجة يعني أول مشكلة مثيرة للجدل مع هذا لطال عمره ولا الراجل من أول العدوان على غزة وهو مستمر في استفزاز الرأي العام العربي والإسلامي من اليوم الأول واللحظة الأولى وتركيا الشيخ مصمم إنه هو يشتبك بشكل سلبي مع أي حاجة ليه علاقة بدعم الفلسطينيين أنا أفتكر إنه في الأيام الأولى ليه العدوان الإسرائيلي لما محمد سلام اعتذر أنا وقفت في نفس المكان هنا وقلت له يا سموة طال عمرك سمي موسم الرياض السنة دي موسم فلسطين احتفظ بكل الفعاليات احتفظ بكل العقود احنا ما نرضاش للسعودية الخسارة تمام بس سمي الموسم ده موسم فلسطين جمع الفنانين العرب بدل ما إليسا كانت على المسرح أول مبارح تقريبا يعني لابسة لبس غريب جدا ووقفة ترقص وتتنطط في نفس الوقت اللي فيه ناس كانت بتموت في مدرسة الفخورة وما بعدها في قطاع غزة يعني كان ممكن تجيب إليسا برضو وتجيب شيرين وتجيب نانسي عجرم وتجيب واقل كفوري وتجيب راغب علامة وتجيب تمن حسني وعمر دياب وكل الناس دي وتعملولنا الحلم العربي الجديد تعملولنا أوبريت من فناني العالم العربي في موسم الرياض يا تركي وقلت لك هتدخل التاريخ وقلت لك صدقني الناس هتنسى لك كل حاجة وهتقول والله كتر خيره شوفوا تركي عمل ايه شوفوا خلى موسم الرياض لكن والله فعلا انت انسان يعني حتى لا تستحق شرف انك تلتصق في جملة مفيدة بدعم فلسطين لا تستحق هذا الشرف بالمناسبة ده شرف يا تركي يعني ان حد ربنا يوفقه في هذه الظروف العصيبة انه يكون في مكان بيدعم فيه اهل فلسطين اللي بيقتله وبيباده فبالمناسبة ده شرف كبير واضح يا تركي ان انت مش اهل للشرف ده يعني واضح ان انت الحمد لله الاقدار بتسوقك انك تكون في معسكر اخر تذكر في مذابل التاريخ كاحمد ابو الغيط في الفين وتمانية مع تسيبي لبني وكاخري لان انت مختار ان انت تمعن في الانحطاط تمعن في مش عايز اقولي يعني الفاظ مش مزبوطة بس انت فعلا بتسقط سقوط مش طبيعي بعنادك وبان انت مصمم انك تدوس في الحتة دي الناس بتنبهك بتقولك خلي بالك فيه فرصة ترجع وانت لا انت مصمم تكمل من اللحظة الاولى اقام موسم الرياض وقال مش هنتوقف عن اي حاجة ونشر صور في اليوم اللي كانت فيه بتقصة في المستشفيات مستشفى المعمداني وقبلها المجازر في قطاع غزة كان تركيا الشيخ بينشر الصور في حفل الجالا دينر اللي كان عامله للفنانين المشاركين في النزال بتاع نزال العمر ولا نزال الارض بتاع تايسون فيري فاقام موسم الرياض اقام الحفلات والمهرجانات بالتزامن مع قصف غزة منع اي دعم لفلسطين خلال الاحتفالات الشاب الانجليزي اللي نزل موسم الرياض رفع عالم فلسطين فقابضوا عليه جاء على المطاعم ماكدونالز الراعي الرسمي لموسم الرياض انتوا بتقطعوا انتوا بتدعموا فلسطين بالمواطعة تمام انا هجيب مكدونالز خلال الرسمي لموسم الرياض يا ابني انت مش محتاج ده ما تجيب اي حد ما انت عندك ما شاء الله سبونسورز كثير يعني انت ليه مصمم لان هو مصمم يسقط لان دعم فلسطين شرف لا يستحق تركيا الشيخ انا اعي اعي الجملة واعي ما اقول دعم فلسطين ليس منا من احد وليس فضلا وليس صدقة جارية دعم فلسطين يمكن تكون هي الحاجة اللي هتنجيك لما تقابل ربك دعم فلسطين يمكن هو الموقف الاخلاقي اللي هتعيش بيه حياتك وتحكيه لولادك يمكن التاريخ هيذكرك بموقف دعمت فيه شعب يباد من 7 اكتوبر لحد النهاردة تركيا الشيخ مش اهل لده خلاص التاريخ بيثبت لنا انه مش اهل لده حتى بالتمثيل هو حتى مش عارف يمثل انه بيدعم فلسطين مصطفى بكري وعمرة اديب واحمد موسى عايشين في دور تمثيل دعم فلسطين الخمسة واربعين يوم اللي فاتح تركيا مش قادر يمثل الدور ده متخالي الواصل متخالي انه بقولك اسماء شكلها عامل ازاي انت نظرتك ليهم ايه بقولك عمرة اديب واحمد موسى ونعقة الديه ومصطفى بكري بيمثلوا انهم مدعمين فلسطين لكن هذا الشيء حتى مش قادر يمثل انه داعم لفلسطين جعل مطاعم ماجدونلز زي ما قلنا رغم ان هي داعمة للعدوان الاسرائيلي بشكل كبير جدا روج بنفسه لمطاعم ماجدونلز في الفيديو اللي استعرضنا مع بعض من كده يوم وحاليا اطلق المهرجان العالمي للكلاب في موسم الرياض اه وحد يقول ان انا بهين الكلاب او حاجة او بدخل في الموضوع ده اطلاقا يا جماعة يعمل اللي هو عايزه بس انا زي ما قلت النهار دا الصبح على السوشيال ميديا عايز تدعم الحيوانات وتدعم الكلاب فده حقك وحقق اي يعني انساني يعني ان هو دخلت دخلت امرأة النار في هرة ودخل الجنة الرجل في كلب الكلب اللي سقال القصتين اللي كنا بنسمعهم من احنا صغارين فالرفق بالحيوان وده امر جميل جدا ومحمود جدا وتعمل المسابعة للكلاب ربنا هناك جنبك فيه بني ادمين بيبادوا فيه اهل فلسطين بيبادوا ما اسمعناش منك كلمة ولا دعم ولا مهرجان ولا تبرع ولا اي حاجة خالص طيب تركيا الشيخ الحقيقة يعني مشكلته او مشكله الكبيرة مش بس في فلسطين الراجل دا يعتبر الذراع الايمن لمحمد بن سلمان الراجل دا بيعتبر من اشد المقربين من محمد بن سلمان بل فيه تقارير صحفية اجنبية قالت انه هو كان بيشرف على تعذيب الامراء في الريتس كارلتون في اخر 2017 الراجل دا تقريبا محمد بن سلمان من مسكه كل حاجة محمد بن سلمان مطلق يده في كل حاجة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه ولم يترك حربا في العالم العربي لم يشارك فيها الا الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة اشتبك مع فنانين وفنانات كان من ابرز المحطات طبعا ازمته مع امال ماهر اللي كنا من اوائل البرامج اللي اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت وازمة خلافه الشهير مع جمهور النادي الاهلي اللي انتهت بالهتاف الموسيق ليه ولعائلته وحاليا موقفه الغريب جدا من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بس الحقيقة النهاردة انا جاي اكلم حضرتك في قصة تانية خالص بعيدا عن الكلام ده لان الكلام ده احنا قلناه على مدار السنة ونص اللي فاته كتير قوي انا النهاردة جاي احكي لحضرتك عن نسب تركي ال شيخ عن عائلة تركي ال شيخ تركي ال شيخ ده حفيد مين بينسب لمين مين جد تركي ال شيخ يا جماعة مين اللي تركي مين الشيخ اللي تركي من قاله من هو الشيخ اللي تركي ال شيخ وعائلته بينسبوا لي فبيقال انه هم آل الشيخ ولذلك في مرة كانوا بيكتبوا اسمه تركي الشيخ فقال لا انا ما اسميش تركي الشيخ انا اسمي تركي آل الشيخ ليه؟ لانه دي العيلة بتاعته آل الشيخ يا جماعة او الشيخ آل الشيخ من الاكبر واشهر اسر المملكة بعد الاسرة الحاكمة آل سعود مين هو الشيخ اللي تركي من آله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده ده اصل المملكة العربية السعودية اه يعني تركي آل الشيخ من عيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والله زي ما بقولك كده هو ده الشيخ اللي تركي ده بيمسب اليه انت متخيل كل اللي احنا قلناه من شوية والحفلات والمش عارف ايه وماكدونالدز هو ده حفيد محمد بن عبد الوهاب اه الفقيه اللي اطلق الحركة الدعوية في منطقة نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اصل المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مرجع عقدي وسياسي للمملكة العربية السعودية منذ نشأتها الاولى خلال عهد محمد بن سعود تمثلت طبيعة كان ايامها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلال عهد محمد بن سعود كان طبيعة العلاقة بين الدولة السعودية ومحمد بن عبدالوهاب ان كان فيه زي اتفاق ما بينهم اتفاق احنا ما بنا اتفاق ما بين الشيخ اللي تركي قال شيخ بينتسب ليه وما بين محمد بن سعود ايه العهد اللي كان ما بينهم محمد بن سعود اللي ناصر الشيخ كانوا واخدين عهد على بعض ان الملك في قال سعود والمشيخة والامامة في درية محمد بن عبدالوهاب نوقف هنا جماعة شوية يبقى محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى آل سعود كويس هما اللي بيحكم وتركي بن مش عارف مين بين مين بين مين اللي بينصب في الآخر للشيخ تركي آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب دون الناس اللي معاهم المشيخة والإمامة فأنا هعمل ايه هنا فأنا كمحمد بن سلمان طب خلينا كمل لك المهام الأول بتاعة آل الشيخ بتاعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايه المهام بتاعته عشان بس ايه ده يبين لك تركي جاي يعمل ايه بالزبط طيب طلعونا كده آخر جزء ايه المهام اللي هي كانت في عائلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خلاص قلنا الملك في آل سعود والإمامة عندهم رئاسة المعاهل الدينية الكليات الإسلامية مفتي المملكة عبد العزيز آل شيخ ينتمي لنفس الأسر فاحنا هنا عندنا مشكلة ايه المشكلة خليني اروح هنا عشان الصورة تبقى بين الاثنين مع بعض احنا عندنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونسله وأحفاده وأبنائه وأحفاد أحفاده إلى أن وصلنا إلى تركي قال شيخ العهد اللي ما بينهم وما بين آل سعود إن آل سعود بيحكمه محمد بن سلمان بيحكمه وتركي قال شيخ وعبد العزيز قال شيخ والجماعة المفتيين وكده دول بتوع الإمامة والمعاهد الدينية ده الاتفاق ومفتي المملكة من آل الشيخ فييجي محمد بن سلمان يعمل عقد جديد أو عهد جديد مع آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاحنا هنا قدام تأسيس جديد ما بين آل سعود ممثلين في محمد بن سلمان وآل الشيخ ممثلين في تركي قال شيخ الاتفاق اللي قبل كده قال سعود بيحكمه وانتوا معاكم الإمامة وانهي الأمر بالمعروف وانهي عن المنكر والكلام ده لا محمد بن سلمان هيعمل اتفاق مع تركي قال شيخ ان انت معاك إعادة صياغة هوية المملكة أنا عايزك تنسف لي الارث بتاع جدك أنا عايزك تمسح التاريخ بتاع جدك احنا عايزين نبدأ اتفاق جديد مع بعض أنا عايزك تجيب لي إليسا في عز ما الفلسطينيين بيتقتلوا تبقى بترقص على المسرح تقريبا مش لابسة هدوم أنا عايزك تعمل لي ماكدونالز اتفاق معاها في عز ما الناس بتقول مؤاطعة لانها بتدعم اسرائيل أنا عايزك في عز ما الاطفال ايديهم ورجليهم متقطعة ومصر بتقول ده خلاها كم طفل من اللي اديهم ورجليهم متقطعة واطفال خددج تعلن لي عن مهرجان كلاب أنا عايزك تحزف ارث محمد بن عبدالوهاب عايزك تنسى أصلك يا تركي عايزك تنسى أصلك عايزك تتبرى من أصلك مش عايزك تقول ان انت قال الشيخ يعني محمد بن عبدالوهاب لا احنا نعمل تأسيس جديد للمملكة العربية السعودية فيه رؤية عشرين تلاتين فيه عقد جديد تم بين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبين تركي آل شيخ محمد بن عبدالوهاب ايه العقد ده ان فيه سعودية جديدة هي اللي انتوا شايفينها رمزها هو تركي آل شيخ هويتها بيصنعها تركي آل شيخ شكلها سمتها طريقتها تعطيها مع مواقف الأمة العربية والإسلامية بيقررها تركي آل شيخ وبالتالي خلص ما بقاش فيه مجال ان احنا نستغرب عشان كده الفقرة دي بقولك مهمة جدا لم يتحدث أحد قبل ذلك على ما اعتقد وفق متابعتي عن نسب تركي آل شيخ وعلاقته بالشيخ محمد بن عبدالوهاب لكن دلوقتي كلنا بقينا عارفين ان فيه عقد جديد بين الرجلين محمد بن سلمان وتركي آل شيخ عايز اختم الفقرة دي بس بإرث الشيخ محمد بن عبدالوهاب في قصة الكلاب تحديدا تمام تركي بيعمل مهرجان كلاب مش كده طيب ايه رأي شيوخ المملكة في موضوع الكلاب أصلا تعالوا كده نتذكر مع بعض بعض الأخبار عن قصة الكلاب نشوف من سي ان ان مفتي السعودية بخطبة الجمعة بيع الكلاب والقطط خطأ ويوضح محارب البيوع في واحد مايو 2015 الشيخ عبدالعزيز الشيخ الارث القديم لمحمد بن عبدالوهاب قال ان فيه حاجات محرمة شرعا ومش عارف انواع البيوع وبتاعه بعد كده اتكلم على قصة الكلاب والقطط في ان هي حرام نشوف كده الجزء التاني من الخبر ده وهو بيقول وكذلك الكلاب فالكلاب محرم اقتنائها الا لحراسة او صيد ومن اقتناها لغير ذلك فهي محرم قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب قنص نقص من اجره كل يوم قراطان والكلب نجس يقول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب كذلك بيع القطط يعني هنا مفتي المملكة من عائلة الشيخ من ارث الشيخ محمد بن عبدالوهاب شايف ان الكلاب نجاسة لكن الاتفاع الجديد ما بين محمد بن سلمان وتركي الشيخ محمد بن عبدالوهاب ان احنا نعمل مهرجان للكلاب موقع ابن باز كان بيتكلم كمان على حكم تربية الكلاب ولمسها فكان بيقول ولا ينبغي ان تربى الكلاب ولا ينبغي ان تقتنى الكلاب الا في ثلاث للصيد والمزرعة المزارع والماشية الغنم لاجل وجوده فيها يحميها يعني كمان الشيخ ابن باز كان محرم موضوع الكلاب وبالتالي احنا هنا عندنا مشكلة يا رجل لدرجة القرارة 24 كان بتقول ان صفقة فابينيو مع التحاجات ده كانت معرضة انها تفشل لانه هو عنده كلاب كان الصفقة كمان بتتكلم انه عنده مشكلة كلاب وفي مشكلة في دخول الكلاب للمملكة العربية السعودية لكن تركي الشيخ في العقد الجديد بينه بن سلمان بيعمل مهرجان للكلاب اهل المملكة رأيهم ايه هالراضيين بالعقد الجديد والله دي حاجة رجعلكو دي حاجة ترجعلكو انتو بعد الفاصل هنتكلم على طلب احاطة فريد من نوعه لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي فيما يتعلق بخطة التهجير من غزة الى سيناء رئيس الحكومة يا جماعة في البرلمان وفي طلب احاطة وناس بتسأله واستجوابات وعملية جميلة جدا جدا الحقيقة مصر بتعيش ازهى اصول الديمقراطية في تمثيلية في منتهج جمال الحقيقة لكن احنا لازم نتوقف قليلا مع اللي حصل وتصريحات رئيس الوزر عشان نشوف الجماعة بيقولوا ايه عن اللي بيحصل فيه قطاع غزة نبدأ بخبر الاحاطة لمصطفى مدبولي داخل البرلمان حيث افتتح المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بحضور مصطفى مدبولي ولتوضيح سياسة الحكومة تجاه محاولات التهجير تعالوا نشوف مع بعض ايه لمصطفى مدبولي قالوا وايه ملخص تصريحاته في هذه الجلسة مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للاراضي المصرية وتعتبر ذلك الامر تأديدا للاراضي والسيادة المصرية طيب بتعمل يا دكتور مصطفى الحياة ما بنعملش حاجة احنا بس بنرفض وسيبين اسرائيل ربنا يوفقها مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الاجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها ازاي يا دكتور مصطفى والله بنهجر الناس في العريش والشيخ زويد وبنزود الاليات العسكرية لكن مش هنعمل اي حاجة تضر بامن وسلامة المواطن الاسرائيلي موقف مصر سابت من احترام معهدة السلام المصرية الاسرائيلية والالتزام بنصوصها نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب اسرائيل طيب تصريح دبلوماسي ايه تاني عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويد امن واستقرار المنطقة باسرها وسيجر الاقليم الى مزيد من التوتر نقف هنا شوية يا جماعة بس واحدة واحدة ادني فرصة علق ارجع لللي فات لو سمحت الناشط السياسي والمحلل السياسي مصطفى مدبولي في مدخلة تلفزيونية مع قناة القائلة الاخبار لا الا اه هي دي بقولك ان عدم الوقف الفوري لعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويد امن واستقرار المنطقة باسرها وسيجر الاقليم الى مزيد من التوتر طب هو انت ايه فرق حضرتك عن رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط لمش عارف ايه او رئيس المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ايه فرق حضرتك عن اي ناشط سياسي او محلل سياسي او اي ضيف بيدخل معانا في اخر كلام او في اي فضائية اخر ما احنا عارفين ان عدم الوقف الفوري لعمليات العسكرية الوحشية سيسهم في تقويد امن واستقرار المنطقة باسرها وسيجر الاقليم لمزيد من ايه وحضرتك بتعمل ايه يعني هي مالها كلها قلبة نشطاء سياسيين لي يا جماعة فده كان تصريح طيب شوف كده كمان اللي بعده يتعين على الاشقاء الفلسطينيين ان يعوا ان الموقف المصري يخدموا وبشكل مباشر ضرورة صمودهم على اراضيهم وعدم تركها ابدا معلش يا استاذ مصطفى هم الفلسطينيين عارفين الكلام ده ومش نويين يمشوا ومش نويين يهاجروا وما بيسبوش ارضهم ومتمسكين في حاجة اسمها حق العودة انت بقى عملت ايه عشان الموقف المصري ده اللي هو ايه اللي هو قفل المعبر في وشوشهم اللي هو عدم ادخال مساعدات اللي بازن اسرائيل اللي هو عدم استقبال مصابين اللي بازن اسرائيل اللي هو عدم ادخال وقود بالشكل الكافي اللي هو عدم التدخل ولعب دور وسطه حقيقي وسائب قطر هي اللي بتعمل ده اللي هو عدم الضغط على اسرائيل باي اوراق قوة دبلوماسية وسياسية لديك لوقف العدوان فورا على قطاع غزة اللي هو تهديد اسرائيل اذا لم تتوقف عن تهجير الفلسطينيين من الشمال الى الوسط ومن الوسط الى الجنوب وبالتالي لن يجد الفلسطينيين الا رفح المصرية فان مصر ستتدخل فورا حضرتك عملت ايه من الخطوات دي ولا حاجة حضرتك بس اللي فالح فيه ناك تطلع تقولي ان الموقف المصري انه موقف مصري ده انه موقف مصري اللي بيخدم وبشكل مباشر صمود الفلسطينيين على اراضيهم وعدم تركهم انه موقف مصري انتوا يا جماعة بتكلموا مين انتوا بقالكم 45 يوم بتتكلموا 45 يوم واخدين معبر رفح لقطة السيلفي المحببة بتاعتكم انزل يا ابني بمصطفى مدبولي عند المعبر وخلي المعبر في افاه انزل يا ابني بضياء رشوان وخلي ضياء رشوان المعبر في افاه هات يا ابني انتوني جوتريش بتاع الامم المتحدة وخلي المعبر في افاه هات يا حبيبي مش عارف وزير الصحة قردع مغفره وخلي المعبر في افاه ما تعدوا المعبر يا اخوان ما تعملوا اي منظر ما تورونا ان انتو مصر ما تورونا ايه هو الموقف المصري ما تفرجونا انتو بتعملوا ايه لكن لا شيء كلام كلام فعلا كلام مصر بتتكلم لا بتعمل ولا بتقول برضو من شوية استنى كان فيه تصريح زي ده والله لازم اقرأه لكم الحقيقة تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كافة اجهزة ومؤسسات الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية ايو اللي هو ايه يا باش مهندس عبدالفتاح يا حاج عبدو انتو بتعملوا ايه بتقدموا دعم شكله ايه بقى حد يقول لنا يا جماعة وبالمناسبة هرجع اقول تاني الدباجة اللطيفة انا مش بزايد على مصر ولا بزايد على الدور المصري ولا بدعي مصر انها تحارب ولا بسخن الدنيا ونقع ببرا ولا كل الاستوانات الفارغة اللي محفظينها اللي جانهم الالكترونية ماشين يبخوها في وشينها طول الليل والنهار انا بتكلم على دور بلدي اللي المفترض ان يبقى ليها دور فين الدور انا مش شايف والله فعلا مش شايف انا مش شايف غير تصريحات لن نقبل نناشد نسعى نطالب سنقدم يا بش مهندس انتو بتعملوا ايه ايه اللي على الارض بيحصل يا راجل في صفقة اسرة ما سمعناش خبر بيقول ان انتو موجودين فيها يعني حتى الان اتمنى والله يكون الدور المصري هو الدور الاكبر لانا حتى عندي مفاجأة بعد شوية ان الاسرائيليين اصلا عايزين مصر تبقى اي الوسيط وده يعني بيثير شكوك كتير هنتكلم فيها نرجع لمصطفى مدبولي ونشوف الاخ رئيس الوزراء بيقول ايه كمان قال لك تراب سيناء عزيز على كل المصريين فهناك سالت دماؤهم في حروب شتى لان عقيدتهم كانت دوما النصر او الشهادة طبعا الدولة تبدل جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء اللي بعده يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الاطراف الدولية والاقليمية لوضع سبل حل الازمة بس ما بيحلهاش اللي بعده الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويفشل اي محاولات لتصفياتها اللي هو ازاي يا دكتور مصطفى مش عارف بلغ حجم اه بدينا في الارقامة هو بقى بلغ حجم المساعدات الانسانية اللي قدمتها مصر لقطاع غزة اكتر من 11200 طن حتى 19 نوفمبر قدمت مصر ما يمثل نحو اربع اضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة بلغ مساعداتها مجتمعة 3000 طن شوف يسير الكلام على معبر رفع هاو هناك معبران باسم رفح معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني اسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني الاعاقة والعقبات من الجانب الاسرائيلي وليست من الجانب المصري مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الاجراءات التي تضمن حماية وصن حدودها معلشا دكتور مصطفى انا بكل اسف بقول لحضرتك انك كذب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كدابة جمعا لا مصر لو ارادت انها تتحرك وتدخل اي حاجة من المعبر رفح هتعمل ده هتقول لاتفاقية فلاديل في 2005 هقول لك حسني مبارك تجاهل هذه الاتفاقية ودخل مصاعدات في 2008 بل دخل بني ادمين في 2008 من معبر رفح من غزة لرفح المصري هتقول لاتفاقية المعابر هقول لك لا مبارك لم يعبق بهذه الاتفاقية ايضا في 2008 هتقول له الله اصل الامور اصل الدنيا هقول لك بعد 2012 كان في رئيس اسم محمد مرسي لم يعبق لا بالاولى ولا بالثانية ودخل رئيس الوزراء بتاعه واحد زيك كده مصطفى مدبولي عبر معبر رفح وما استناش الازن الاسرائيلي كان اسمه شامق انديل الله يمسي بالخير ووصل مستشفى الشفاء وقابل رئيس الوزراء عنك ده كان رئيس وزراء مصري بالمناسبة مبارك كان رئيس مصري بالمناسبة فجمع كفايا كذب كفايا كذب والله كفايا عار قال لك المعبر مفتوح من عندنا بس اسرائيل اللي قفلق ايه مش اسرائيل اللي قفلق انت اللي مش قادر تاخد قرار انت اللي خايف من اسرائيل انت اللي بتنفذ اوامر اسرائيل انت اللي بتردخل اسرائيل انت اللي مرمغت كرامتنا كمصريين وكدولة اسمها مصر تحت رجلين اسرائيل انت اللي عار قدام اسرائيل انت كنظام مصري كعفتاح سيسي كمصطفى مدبولي انت عار قدام اسرائيل انت لا تستحقوا ان انتوا تحكموا بلد اسمها مصر هو ده الواقع الواقع ان انت تملك قرار انك تدخل اي حاجة واي حد من المعبر لكن انت مش قادر تاخد القرار ده لانك نظام عرة مصطفى مدبولي كداب وعبد الفتاح السيسي كداب وسامح شكري كداب مصر تملك قرار انها تدخل اي حاجة من المعبر رفح لكنها مش عايزة تزعل اسرائيل فيه فرق كبير قوي من ان اسرائيل اللي بتدير واسرائيل بتأذنوا ان انت مش عايز تزعل اسرائيل او يمكن موضوع ابعد من كده ان انت اصلا شغال لصالح اسرائيل صفقة الاسرة وتبادر الاسرة والهدنة الانسانية واضح ان احنا في خلال ساعات قليلة ان شاء الله قبل نهاية اليوم نكون سمعنا عن الاتفاق انه حصل وبدأوا تنفيذه لان الاخبار اللي جاي كلها اخبار كويسة اخبار بتبشر بالخير بتقول ان احنا على وشك اتمام هذه الصفقة بوساطة قطرية بوساطة دولية بوساطة عربية باي وساطة المهم ان الصفقة ان شاء الله تتم نشوف كده هذا الخبر اسرائيل اعطت الضوء الاخضر وتنتظر رد حماس ده هيئة البث الاسرائيلية نقلا عن الجزيرة حكومة نتنياهو اعطت الضوء الاخضر لصفقة تبادل الاسرة بتقول انه هي روعي شارون محلل الشؤون العسكرية بقناة كانت تابعة لهيئة البث قال احنا دلوقتي في الساعات الحاسمة اصبحنا اقرب من اي وقت مضى للتوصل الى صفقة اشار اللي ان حماس نقلت خلال الايام الاخيرة الماضية اقتراحا لاسرائيل وفي اسرائيل توصلوا الى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حركة حماس قال الكرة الان في ملعب حماس عليها ان تظهر مسئولية وجدية وحال ردت بالاجاب سنكون داخل صفقة قابلة للتحقق شارون قال ان الصفقة تتضمن دي التفاصيل بقى وقف اطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمس ايام مشيرا الى ان اسرائيل ستستأنف بعدها عملياتها العسكرية داخل القطاع ولم تتطرق القناة الاسرائيلية الى عدد الاسرة من الجانبين متوقع ان تشملهم الصفقة بعد كده كان فيه تطور ان حركة حماس قالت قدمنا جوابنا لمصر وقطر وننتظر رد الاحتلال الاسرائيل يبقى اسرائيل بتقول انها منتظرة رد حماس وهنا حماس في الخبر الجاي بتقول انها منتظرة الرد الاسرائيلي عضو المكتب السياسي الحماس خليل حية قال ان هما لازالوا ينتظروا رد الاحتلال بشأن اتفاقية الاتفاق الهدنة الانسانية قيادة تانية في حماس عزة الرشق قال ان الحركة اقتربت بشكل اكبر من الاعلان عن اتفاق هدنة خلال الساعات المقبلة مع اسرائيل وقال انه هيكون اتفاق مقبول كمان قال للجزيرة مباشر ان تفاصيل الهدنة هيتم الكشف عنها الساعات المقبلة وانه الاشقاء في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل هذه الهدنة قال ان كان فيه عزة الرشق ايضا بيكمل بيقول انه كان فيه مماطلة من الجانب الاسرائيلي لاتمام اتفاق الهدنة خاصة من قبل نتنياهو بيقول الاسرائيليين بيحاولوا يتفاوضوا في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث قال ان الصفقة كمان سيقابلها افراج عن اسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وشدد اذا تم الاعلان عن اتفاق سيكون مقبول ومرضي لنا سيعبر عن مطالب المقاومة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحماس في الخارج قال ان الحركة تقترب من التوصل لاتفاق مع اسرائيل قطر من جانبها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن كان ليه تصريحات وكان فيه اخبار نقلاتها صحيفة القدس بتقول انه مفاوضات الاسرة بين اسرائيل وحماس وصلت مرحلة نهائية الاولوية لوقف العدوان على قطاع غزة بتقول قطر انه الاولوية لوقف العدوان ونقلت تصريحات على لسان ماجد الانصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية قال ان الوساطة التي تقوم بها قطر بين حماس والاطراف الاخرى بما فيها الولايات المتحدة واسرائيل وصلت لمرحلة نهائية وتجاوزت القضايا المحورية وظلت تفاصيل بسيطة يتم مناقشتها اضاف الانصاري ان المفاوضات التي ترعاها الدوحة للتوصل الاتفاق حول غزة توشك على وصول نقطة النهاية والاعلان عن بيان شامل لما تم التوصل اليه وشدد انه لن يتم الاعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي ترعاه قطر حتى التوصل لنهايته واعلانه بشكل رسمي كشف الانصاري ان قطر استهلت جهودها مبكرا للوصول الى اتفاق وان الامال كانت عالية واوشكت الاطراف على التوصل الاتفاق في وقت سابق لكن التصعيد الاسرائيلي نسف تلك الجهود السابقة اضاف ايضا الانصاري ان حجم الازمة في غزة يزداد تأزما ومعاناة للمواطنين وهما يدفع قطر لبذل مزيد من الجهود طيب الحقيقة في وسط كل ده بنجد تقرير بيتحدث عن تفضيل تل ابيب لمصر كوسيط مش قطر يعني الكلام كله رايح ان قطر هي الوسيط بس بنلاقي تقرير يعني نقلته العرب الجديد على لسان احد الوزراء الاسرائيليين بيتكلم يا جماعة والله احنا نفسنا في مصر لان مصر احسن هتحقق لنا اللي احنا عايزينه احنا بنبعزين شوية حاجات معينة كلام الحماس فمصر بتعرف تعمل ده انما قطر واضح انه لا يعني يعني خلينا نقرأ مع بعض التقرير كده ونشوف هل ده يعني حاجة كويسة في يعني في مصلحة مصر ولا حاجة بتسيق لمصر لماذا تفضل تل ابيب القاهرة وسيطا في مفاوضات الاسر تصريحات جديدة للوزير الاسرائيلي ابي ديختر اللي كان رئيس لجهاز المخابرات الداخلية الشباك وهو عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الام قال ديختر ان مصلحة اسرائيل بتتمثل في وجوب احتكار مصر دور الريادة في جهود الوساطة والتي يمكن ان تؤدي الى التوصل لصفقة تبادل مع حماس طيب جميع توجد رغبة داخل حكومة الاسرائيلي في ان تلعب مصر الدور الاكبر في مسألة الوساطة بعيدا عن الاطراف الاخرى المتداخلة في هذا الملف ليه عم ديختر بيقول ديختر كلنا نعلم انه لا يمكن التوصل للصفقة دون ان تقوم مصر بدور الريادة في جهود الوساطة التي تقود اليها انا مش عالف ايه الدور الريادة من وجهة نظر اسرائيل اللي مصر هتقوده لكن هو الرجل شايف كده بيقول كمان عم ديختر ده ان تجربتنا مع حماس سيئة جدا جدا انهم يقدمون على كل المناورات بهدف الحصول على ارباح فطبعا وجود مصر بقى مش هتخليهم يحصولوا على الارباح دي تقريبا يعني هناك اتصالات جديدة بين المسؤولين في المخابرات العامة المصرية ومسؤولين امنيين في حكومة الاحتلال تناولت صفقة تبادل الاسرى المتعثرة مع فصائل المقاومة ده كلام العرب الجديد مصدر مصر بيقول ان المسؤولين في القاهرة اكدوا لنظرائهم في حكومة الاحتلال ان انخلاط مصر بشكل اوسع في مفاوضات الاسرى بالشكل الذي تتمنى تلقبيب يتطلب مساحات تحرك اوسع ويتطلب دخول مصر حصولها على امتيازات مرتبطة بالحركة عبر معبر رفح ادخال المساعدات اخراج المصابين من القطاع والاتصالات بين قادة حماس ومصر لا تزال محصورة في امور اجرائية بشكل المساعدات والمعبر فقط بيقول كمان التقرير انه الجوانب التفصيلية واللوجستية الخاصة بالصفقة تتم بشكل مباشر ما بين قطر والولايات المتحدة الامريكية فمصر مش موجودة في القصة لكن الايام الجاية ستشهد توجيه الدعوة لقيادات حماس مرة اخرى لزيارة القاهرة من قبل السلطات المصرية عشان يبحثوا بعض الامور العالقة بشأن الصفقة المعطلة جميل من الممكن ان تؤدي مصر دورا في خروج الاسرى من جانبها عبر معبر رفح كما حدث مع اخر اسيرتين تم اطلاق صراحهما بينقل التقرير عن استاذ بالجامعة الامريكية في القاهرة دكتور سعيد صادق بيقول استضافة الدوحة لقادة حركة حماس تظهر الدور القطري الكبير في التفاهم معهم لكن يبقى ان مصر تملك المنفذ الوحيد في رفح مع القطاع ولذلك لابد من التنسيق بين القاهرة والدوحة وتل أبيب عمار فايد المحلل السياسي قال للعربي الجديد ايضا انه اي اتفاق بيشمل دخول مساعدات ووقود واستلام رهائن وضمانات لا يمكن تجاوز مصر فيه ولا توجد رغبة اصلا لدى اسرائيل وامريكا او حماس لتجاوز مصر وتابع عمار فايد انه حماس لديها تقدير استراتيجي حول الاحتفاظ بتفاهمات مع مصر لكنها في الوقت داتي حريصة على تعدد الوسطاء كي لا تتحكم فيها القاهرة كما فعلت في حرب 2014 المشكلة انه في انقسام داخل مجلس الحرب الاسرائيلي حوالين الموضوع ده بخصوص الصفقة لانه صحيفة هاورتس اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل وقالت انه في مجموعة من العوامل بتقول هاورتس ان فيه تلات عوامل ستحدد مدى نجاح العملية العسكرية اللي بتشناء اسرائيل على قطاع غزة اولها الافراج عن الاسراء المحتجزين لدى المقاومة ثانيها تدمير شبكة الانفاق ثالثة تصفية كبار قرد حركة المقاومة الاسلامية حماس المشكلة اللي حصلة جوه اسرائيل امتدت للكنست وكان فيه فيديو انتشر بشكل كبير جدا لاخناء ما بين اتمار بن غفير مع بعض عائلات الاسراء الاسرائيليين نتابع شدة كبيرة داخل الكنست وخلاف واضح كيربي منذ قليل تحدث عن هذه الصفقة وقال نفترب من التوصل الاتفاق بشأن الرهائن في غزة ونحن نعمل على ذلك بجدية منذ قليل انتهى اجتماع الكابنت الاسرائيلي وبدأ اجتماع مجلس الوزراء للتصويت على صفقة الاسراء مع حماس ربما قبل نهاية هذه الحلقة يعني نستمع الى اخبار تفيد بالتوصل الى اتفاق اسرائيل الحقيقة لديها تاريخ ليس ايجابيا مع صفقات تبادل الاسراء او صفقات التبادل مع الفصائل الفلسطينية بشكل عام استعرض معكم في هذا الاستعراض بعض المحطات المهمة بين اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية الفصائل او العرب بشكل عام عقدوا صفقات مع اسرائيل من 48 ل2011 حوالي 38 صفقة المقاومة او فصائل الفلسطينية عقدت 10 صفقات تبادل ما بين 68 و2011 سنة 1968 خطف الطائرة اسرائيلية انطلقت من روما وافرج مقابلها عن 37 اسير فلسطيني 1969 خطف طائرة امريكية اجبرها على الهبوط في دمشق وافرج مقابلها عن فدائيين من دول احكام العالية 1971 اختطاف فتح الحارس اسرائيلي وافرج عنه مقابل اسير فلسطيني محكوم بالاعدام 1979 اسر جندي اسرائيلي في كمين بلبنان وافرج مقابله عن 76 معتقلا بينهم 12 فتاة 1980 اسرت الجاسوسة امين المفتي افرج عنها مقابل مهدي بسيسو ووليام نصار 1983 اثرت فتح 8 جنود من واحدة نحال وافرج مقابل 6 منهم عن 5000 اسير فلسطيني ولبناني 1985 مقابل 3 جنود من الاحتلال افرج عن 1155 اسيرا كان من ضمنهم الشيخ احمد يسين 1991 اسرت الجبهة الديمقراطية جنديا اسرائيليا قتلته اسرائيل بغارة فافرج عن جثته مقابل عودة ابو هلال احد مبعد الجبهة 2009 مقابل شريف فيديو مدته دقيقتان يظهر جلعات شريف بصحة جيدة افرج عن 20 اسيرة فلسطينية فيما عرفت بصفقة الحرائر 2011 صفقة وفاء الاحرار مقابل الافراج عن الجندي جلعات شليف بعد خمس سنوات من اسره افرج عن 1027 اسير فلسطيني منهم يحيى السنوار القيادة في حركة حماس 2023 اسرائيل تنتظر رد يحيى السنوار على صفقة تشمل الافراج عن اسراء اسرائيليين مقابل اسراء فلسطينيين وهدنة انسانية في قطاع غزة تفاصيل كثيرة في الحقيقة حول هذه الصفقات هل نتوصل الى صفقة بعد دقائق هل يصوت مجلس الوزراء الاسرائيلي على هذه الصفقة هل تم الاتفاق على كافة الشروط دعوني انقل هذه الاسئلة وهذه الانباء الى ضيوفي عبر سكايب من عمان الدكتور ربحي حلوم السياسي والديبلوماسي الفلسطيني اهلا بك معنا دكتور عبر سكايب ايضا من واشنطن دكتور نصير العمري استاذ العلاقات الدولية اهلا بك معنا دكتور اهلا بكم دكتور ربحي يعني ابدأ معك في الحقيقة هل نحن على بعد دقائق من تصويت مجلس الوزراء بالموافقة على هذه الصفقة اعتقد ذلك اعتقد ذلك وأنا واثق أن الأمور في أيدي أمينة وقادرة على فرض شروطها وإلى حد ما يبدو أن هذه الشروط أصبحت إسرائيل يعني إلى حد ما أقول أنها رضقت وليس أمامها إلا أن ترضق ويبدو أنها رضقت لهذه الشروط التي فرضها إخوتنا ومقاتلون حماهم الله دكتور نصير برأيك يعني 45 يوم وهناك أحاديث عن هدنة إنسانية عن محاولات الوساطة عن التوصل الاتفاق ثم في كل مرة كانت تفشل الجهود برأيك ما هي أبرز العقبات لإتمام اتفاق كهذا تعيي لك والضيف الكريم والمشاهدين في الحقيقة يعني ما يدعو للتفاؤل هو أن كل المؤشرات تقول أن الصفقة قد تتم ولكن يعني كما صرح قياديو حماس كانوا يقولون بأن التردد يأتي من الجانب الإسرائيلي وكان السقف الإسرائيلي مرتفع في البداية قالوا يجب أن نحاصر حماس ونقضي عليها والحديث عن الأسراء لن يأتي إلا بعد أن نخنق حماس بشكل كامل من الواضح بأن ما يحصل اليوم هو تراجع عن هذا السقف المرتفع بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة في الحقيقة هم يريدون تحقيق نجاح دبلوماسي من بين هذا الركام ركام الحرب الذي بدأ يصيب الأمريكيين ويصيب الإسرائيليين بالإحباط من أننا ننظر إلى معركة طويلة والإفراج عن الأسراء الإسرائيليين هذا له أثر جيد بالنسبة لحكومة إسرائيل بأنها تحقق شيء ما وهي من الجانب الفلسطيني أظن بأنه اعتراف من إسرائيل بأن حماس ما زالت تقاتل وتقايد إذن هناك مكاسب يحققها الطرفان ولكن أظن بأن طريق الحرب وبكل أسف لم تنتهي بعد والحرب سيتم استئنافها بعد هذا التبادل إن تم طيب دكتور ربحي أعود إليك مرة أخرى يعني تاريخ طويل حاولت أن أستعرض بعض محطاته في صفقات التبادل هل صفقة التبادل تعني نهاية الحرب أم أنها مجرد هدنة إنسانية لأيام وستعود الحرب أو ستعود الحرب مرة أخرى فقال يعني فيما لو نجحت الصفقة يعني هناك مؤشرات أنها ستمرد بتقديري لا تعني انتهاء الحرب على الإطلاق الصهينة يحاولون يعني إعادة معنويات لمواطنيهم وهم يشعرون أنهم بحاجة إلى تحقيق نصر ما ويظنون أن هذه الصفقة قد تحقق لهم بعض الارتياح في أوساط مواطنيهم وبالتالي في تقديري أنهم سيقدمون على القبول والرضوخ إلى بعض السقوف التي حددها أصحاب القرار في إخوتنا حول الصفقة طيب فيما يتعلق بأدوار الوساطة يعني هناك تقارير كثيرة تحدثت عن الدور القطري عن الدور المصري وأنا استعرضت منذ قليل تقرير نشرة في العرب الجديد وجاءت فيه تصريحات أو نسبت فيه تصريحات لوزير الشباك السابق الذي تحدث عن إسرائيل وتفضيلها للوساطة المصرية عن أي وسطة أخرى قطرية أو غيرها برأيك لماذا تفضل إسرائيل الوساطة المصرية؟ بصريح العبارة وباختصار شديد لأن إسرائيل تعتبر السيسي أداة لها وإلى حد ما هو أقرب لتنفيذ الرغبات الإسرائيلية منه إلى تنفيذ الأموء ما يتعلق بالحق العربي هو يعتبر نفسه وسيط مصر التاريخ أن تتحول إلى وسيط بين العدو عدو الأمة كلها تتحول من حائط الصد الذي كان يشكل حائطا ضد الصهينة أن تصلح وسيطا في نهاية المطاف وهذا الأمر بالتالي إسرائيل بين عقوسين ترتاح للوساطة المصرية لأن الوساطة المصرية حريصة على إرضاء الطرق الإسرائيلي للأسف الشديد مصر التاريخ وشعب مصر العظيم مصر الأمة التي كانت وستظل رغم أن في كل من انحرفوا عن الطريق ستظل مصر العروبة هي مصر التاريخ التي تصنع التاريخ لا الوسيط بين هذا العدو والذي يرتمي في أحضان العدو بشكل أو بآخر نعم أعود لك دكتور نصير العمر مرة أخرى ماذا عن قطر ما الذي تمتلكه قطر هذه المرة لم تستطع القاهرة أن تمتلكه يعني أظن بأن قطر في هذه المرحلة هي ربما تكون يعني الخط الوحيد لحماس أو الأكثر ثقة وفي الحقيقة يعني حماس هذه المرة وفي هذا التبادل مع إسرائيل هي تختلف عن كل المرات السابقة في الماضي لم يكن هذا الدمار ولم يكن هذا العدد الكبير من الشهداء في غزة ولم يكن هذا العدد الكبير في إسرائيل فالقضية الآن مفصلية وهي في الحقيقة تتجاوز الأسرع على أهميتهم أظن بأنه الكل ينظر إلى ما كان سيكون هناك طريقة لإنهاء هذه الحرب وقطر في الحقيقة يعني هي اليوم في الأقرب إلى حماس وكما تفضل ضيفكم يعني قطر هي الأقرب إلى خط حماس فيما يتعلق بإنهاء هذه الأزمة ليس فقط في ملف الأسرة ولكن إنهاء هذه الحرب إذن أظن بأنه هناك ترقب إلى ما يعني إلى هل ستقود هذه إلى إنهاء الحرب هل سيكون هناك هدنات متتابعة يتم فيها إطلاق المزيد لأنه الآن الحديث عن خمسين رهينة إسرائيلي وغربي فالعدة أيام مقابل هدنة لعدة أيام ولكن هل سيكون هناك هدنة لخمسة أيام أخرى إذا حصل هذا فنحن نتكلم فعلا عن إعادة ترتيب أوراق يعني الجميع في هذا الصراع ونأمل يعني أن يكون هذا طريقة لوقف أنا سأعود لك دكتور نصير في قصة إنهاء الحرب وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لكن دكتور ربحي مرة أخرى كيف يتم الاتفاق على أعداد الأسرة من هنا وهناك كيف يتم النظر أو تقييم هذه الصفقة بأنها انتصار لهذا الطرف أو ذلك الحقيقة من يفرض الرأي هو يعني دعني أقول صاحب الحق في إصدار القرار فيما تعلق بالأسرة دعني أقول هو الذي موجود الآن في الميدان والذي تبحث عنه إسرائيل ليلة نهار وبدلت كل ما لديها من قوة ومحاولات للعثور عليه أعني المناضر السنوار الذي يجلس على رقبة ويضع قدميه على رقبة إسرائيل الآن وهو في الميدان وبالتالي هذا الموقف يستحق وسيفرض في تقديله في نهاية المطاق سيفرض رأيه على إسرائيل مرغمة للنزول عند السقف الذي وضعه وتذكرون أنه طرح في البداية مئة إطلاق صراح مئة مطلوب يعني سيدكم صراح مئة من الإسرائيل ثم حينما أبدت إسرائيل بعض التردد وإلى آخره قال لا أنا يعني عليها أن تطلق صراح سنطلق صراح ستين طيب دكتور ريحي أرخمها على إعادة النظر في موقفها يعني أسألك سؤالا من الجهة الأخرى ممن ليس له علاقة بالقضية الفلسطينية ولا ينظر إلا أن هناك أزمة إنسانية وهناك عدد كبير من القتلى والشهداء والجرح يا دكتور إن كانت المقاومة أو حماس أو كل الفصائل لديها هذا العدد من الأسرة وتستطيع أن تحصل على هدنة إنسانية لخمسة أيام وتوقف فيها نزيف الدماء فلماذا لا تنهي الأمر برمته وتفرج عن جميع الأسرة وتوقف الحرب لا هنا هنا في أمر هذه لعبة ذكاء في من أصدر هذا القرار يعرف كيف تفكر إسرائيل وهو الأقرب إلى معرفة ماذا يدور في عقل صناع القرار في إسرائيل بين قوسين إسرائيل تداور وتناور وتخدع وتحتال وبالتالي هو يعرف ذلك من هنا جاء قراره أن يعني على دفعات لتكون كل خطوة تقرب ماذا سيأتي بعدها وبالتالي أقدم وأثني وأكبر في ذكاء هذا الرجل الذي يدرك العقل الإسرائيلي على حقيقته ويعرف الخداع والمناور لدى إسرائيل وبالتالي جاء هذا الطرح حتى يجرب في المرة الأولى وعلى ضوئها يقرر الخطوة الثانية وعلى ضوء الخطوة الثانية تتقرر الخطوة الثالثة وقصة المراحل هي في منتاذك وسيضطر العدو الصهيوني مرغما أن يقبل بذلك هذه الشروط أعتقد أن هذه الخطة الذكية الولايات المتحدة الأمريكية دكتور نصير وإسرائيل على دراية بها على دراية بالتكتيكات التي يتبعها يحيى السنوار وحماس في صفقة كهذه ولذلك سؤالي عن فكرة إنهاء الحرب ماذا لو استدرجوا السنوار أو استدرجوا حماس في صفقة على مراحل وبعد الإفراج عن جميع الأسرة خرج بايدن وقال الهدف الآن القضاء على حماس لقد حررنا جميع الأسرة يعني ما الذي ستستفيده حماس إذن أو الشعب الفلسطيني من صفقة على ثلاث مراحل ثم نتحدث عن الهدف الرئيسي القضاء على حماس يعني يجب أن نكون واقعيين يعني إسرائيل الآن تقاتل داخل غزة أعداد الشهداء كبيرة جدا ولا يحتملها الشعب الفلسطيني وحماس في الحقيقة الهدف المباشر هو التقاط الأنفاس لأن إسرائيل تقاتل يعني الآن في داخل غزة هذا أولا ثانيا هو الحصول يعني على بعض الرهائن الفلسطينيين وتحريرهم وهذا هدف مهم ولكن بكل تأكيد إسرائيل لا تخفي ذلك يعني إسرائيل تقول بأن الحرب لن تنتهي وحماس تعلم بأن الحرب لن تنتهي بتبادل الرهائن ولكن كما قلت هو التقاط الأنفاس هو إيصال المعونة للشعب الفلسطيني وثالثا ربما فتح الباب أمام طريقة لإنهاء هذه الحرب دون ما تتوعد به إسرائيل إتمام ما تتوعد به إسرائيل وهو القضاء على حماس بشكل كامل إذن هي يعني فعلا مراوغة من حماس لتجنب الهجوم المباشر وكما قلت ربما شراء الوقت مع قفعات أخرى تحرير قفعات أخرى من الأسرة بحيث يصار إلى إيقاف هذه الحرب إذا كان هناك أصلا مجال ووساطة لوقف هذه الحرب ولكن بكل تأكيد الحرب مستمرة حتى مع إنهاء صفقة الأسرة طيب دكتور ربحي أعود إليك وأنت سياسي وديبلوماسي فلسطيني كيف ينظر المواطن الفلسطيني لما يجري الآن صفقة تبادل أسرة وإيقاف الحرب لأيام ثم عودة الحرب مرة أخرى يعني أيهما أكثر قيمة لدى المواطن الفلسطيني وأنا أسأل لأنني لا أعرف الإجابة فكرة تحرير أسير لدى إسرائيل أم إيقاف عدوان يقتل المئات يوميا ما للألاف؟ الفلسطيني يثق بمن يتحدث باسمه الآن وهو حماس حماس ورأها بايدن الإدارة الأمريكية عن أنه به وضوح قالوا أنهم هدفهم أن الهدف النهائي لهم هو القضاء على حماس الفلسطيني المواطن الفلسطيني العادي يعتبر كل فلسطيني يعتبر نفسه جزءا من حماس وحماس جزءا من وبالتالي الفلسطيني قرار حماس هو صاحب الكلمة الأعلى الآن على الصعيد الفلسطيني ما تقرره حماس هو الرأي الذي يتبناه كل فلسطيني الآن ولكن ما تقوله دكتور ربما يعني يأخذه وزير إسرائيلي أو وزيرة إسرائيلية مثل جيلا جيملا إيل وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية التي كتبت في جورزالين بوست مقالا يتحدث أننا لا نحارب حماس وإنما نحارب أهل غزة لأنهم هم من انتخبوا حماس هم من دعموا حماس هم من هللوا لمفعلته حماس في السابع من أكتوبر فهذا يعني أن غزة ليس بها مدنيين وإنما بها حماس أخي دعني أقول ما تقوله الوزيرة هذا شأنها لكن الآن الشارع العربي كله أصبح حماس ولم تعد حماس فقط مقصورة على يعني اسمح ليقول إسماعيل هنية أو السنوار أو أصبح الشارع الفلسطيني كله حماس حتى أهل الضفة الغربية الآن يعتبرون حماس ممثلة اللون لأن حماس هي صانعة التاريخ في السابع من أكتوبر تاريخ الأمة كلها هي التي صنعت التحول التاريخي في الصراع مع هذا العدو وفي المعركة والمواجهة مع هذا العدو وبالتالي الفلسطينيون كلهم بلا استثناء وأنا واحد منهم عربي وفلسطيني وأتحدث كفلسطيني وكعربي هذا رأيه كل فلسطيني لسه رأيي ربحي حلوم فحسب طيب دكتور نصير أعود إليك مرة أخرى هذه الصفقة تتحدث وفقا للكيربي في البيت الأبيض لن تتم إلا بتوفير ممرات آمنة لهؤلاء الأسرة وهنا يأتي الدور المصري في الحقيقة يعني الجميع يتحدث أن مصر يجب أن تكون متواجدة في هذه الصفقة إما بممرات آمنة وإما في الجزء المتعلق بدخول الوقود وبإدخال المساعدات الإنسانية أيضا كيف ترى الدور المصري إذا ما أعلن عن إتمام هذه الصفقة يعني الدور المصري دور رئيسي وأظن بأنه يعني أهم ما في هذه الصفقة هو التخفيف عن الشعب الفلسطيني والتخفيف عن آهل غزة وأظن بأنه هذه ربما من ربما من عمل الوساطة الأمريكية والعربية في أن يجتمل هذا التبادل على إدخال المساعدات ومصر بكل تأكيد حتى يعني القيادة المصرية التي لا أظن بأنها يعني تناصر حماس ولكن أظن بأنه تهدئت الوضع وإعادة الوضع في غزة إلى ما هو عليه أظن بأنه من مصدحة النظام المصري لأن البديل هو الترحيل ولا أظن بأنه يعني السيسي أو غيره يعني يريد هذه الورطة يعني ورطة طرد الفلسطينيين فأظن بأنه هذه الصفقة نتمنى أن تكون بداية لوقف الحرب ولكن لا أظن بأنه يجب يعني أن نقلل من أهداف إسرائيل المعلنة وهو أنها ستستمر حتى إنهاء حماس وأظن بأنه لا يوجد لحد الآن في يعني شهية لدى صانع السياسة الإسرائيلي لوقف هذه الحرب لأنه من وجهة نظرهم ينظرون إلى أنها يعني هي البداية وليست النهاية شكرا جزيلا لكم من واشنطن دكتور نصير العمر يستذر علاقات الدولية ومن عمان دكتور ربحي حلوم السياسي والديبلوماسي الفلسطيني شكرا جزيلا لكم في حلقة سابقة في آخر كلام اتكلمت مع حضراتكم عن وثيقة استخباراتية صادرت عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بتحكي عن اجتماع حصل يوم 13 أكتوبر في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وكانوا بيتكلموا عن خطة التهجيل ويمكن ناشتدام حضراتكم من يومين وقعدنا التذكير بالحلقة اللي كلمنا فيه عن النوضوع ده أول أمس وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا جيملا إيل نشرت مقال في جورزالين بوست والحقيقة هذه الوزيرة استخدمت عبارات عنصرية وصفت كل أهل غزة بأنهم حماس ما تكلمتش عن مدنيين وغير مدنيين كلمت إن الحل الوحيد هو التهجير دعت دعوة مباشرة وصريحة للتطهير العرقي المفترض إن وزيرة زي دي لما تقول تصريحات زي دي بتحاكم بتحاسب بتقدم للمحكمة الجنائية الدولية لأن ده اعتراف صريح في مقال مكتوب يعني وهي في كامل قواها العقلية بأنها بتدعو للتهجير والتطهير العرقي لفئة من الناس لمصلحتها هي ولمصلحة إسرائيل وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية نشوف مع بعض جزء من المقال اللي كتبته في جورزالين بوست مساعد تهجير لا تتوقف وزيرة إسرائيلية تدعو إلى إعادة توطين سكان غزة بالمناسبة الوزيرة الغريبة دي دعت الدول العربية اللي سمتها أصدقاء فلسطين إن هما يا جماعة أصدقاء فلسطين اللي انتوا بتقولوا إن انتوا أصدقاء فلسطين فعلا ما تبقوا أصدقاء فلسطين بحقها يعني بجد أيوة يا ست الكل نعمل إيه لا إحنا تاخدوا أهالي أهالي غزة خدوهم عندكم واستخدمت مصطلح لطيف جدا في بداية المقال مقولة لألبرت أينشتاين قالت فيها أنه وسط كل كارثة كبيرة تظهر فرص عظيمة وقالت أنه الكارثة اللي حصلت دلوقتي في قطاع غزة واللي حصل في إسرائيل في سبع أكتوبر دي فرصة عظيمة جدا لنا أن احنا نخلص من غزة كلها ومن أهل غزة كلهم شيل يابني ارمي في مصر ولا في الدول العربية وخلاص وقال بتعاتب الدول العربية بتقولوا أنت عمين تقولوا أنتوا أصدقاء فلسطين أصدقاء فلسطين طب ما تخليكوا أصدقاء فلسطين بجد أيوة نعمل إيه ست جيلة خدوا الفلسطينيين عندكم طب نخدهم ليه قالت لأن ده وين وين ستواشن بيزنس ستايل فاحنا كإسرائيل هنبسط وهنعيش من غزة والصداع بتاعها والفلسطينيين هيعيشوا في دول كويسة وانتوا كدول صديقة لفلسطين هتبوا أصدقاء فلسطين بجد فالجماعة اقتنعوا يعني ست جيلة جملائيل بصراحة جابت اتعيها يعني وقالت أن هي قدمت بروبوزل في الوزارة بتاعتها في الأيام الأولى من الحرب الوثيقة اللي بحكي لحضراتكم عليها وأنها بتدعو ليه تهجير الفلسطينيين دعوة الوزيرة الإسرائيلية لم تكن الأولى في الحقيقة الدعوات العنصرية للمسؤولين الإسرائيليين بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم الحرب هو سياسة حاكمة للحكومة الإسرائيلية الحالية واليمين المتطرف برئاسة بن يمين نتنياهو تعالوا نفتكر مع بعض كده بعض الدعوات الإسرائيلية الرسمية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين شوف سيدي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال جيورا آيلاند قال غزة دولة نازية والمدنيون ليسوا أبرياء بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية قال الآن أدعو لإعادة احتلال غزة وإعادة المستوطنات الشيء الوحيد الذي يجب إدخاله إلى غزة مئات الأطنان من متفجرات سلاح الجو لا غرام واحد من المساعدات الإنسانية وزير التراث عميزاي إلياهو قال القنبلة النووية هي أحد السبل عايز أقف هنا شوية خلوا الصورة موجودة خلوا التصريحات دي قدام حضراتكم تخيل معايا أن الجنرال جيورا آيلاند مكتوب بدل منه سيرجي لافاروف وزير الخارجية الروسي تخيل معايا أن وزير التراث عميحاي إلياهو مكتوب مكانه بيرجوزين قائد فاجنر قبل ما يتقتل تخيل معايا أن بينغوفير مكتوب مكانه فلاديمير بوتين الرئيس الروسي تخيل أن هذا الرجل الأصمر اللي لونه أمحي وهذه الفتاة هي فتاة بيضاء شقراء وهذا الرجل رجل أبيض شايل بنته في شوارع كييف في أوكرانيا تخيل معايا أن المشاهد دي أو التصريحات دي تصريحات روسية وأن الدعوات الإسرائيلية مكانها أبرز الدعوات الروسية الرسمية كان الغرب هيكون رد فعله إيه كان بيرس مورجن هنا هيكون رد فعله إيه كان الصحافة والإعلام والسي إن إن وكل المراسلين مراسل الحرب وكل الجماعة الطيبين والغير طيبين دول رأيهم كان إيه بقى إيه كان منشتات الجارديان والإندبندنت وكل الصحف اللي هنا كانت هتكتب إيه كانوا هيكتبوا عن البشاعة الروسية الإجرام الروسي يا جماعة ودوهم المحكمة الجنائية الدولية إزاي بتعملوا الكلام ده لا يمكن أن نقبل بهذه الجرائم على الهواء مباشرة مش ممكن نقبل بإن يكون في جرائم روسية بالشكل ده حكموا المسؤولين دول كانت الجنائية الدولية هتطلع أمر اعتقال لكل مسؤول تكلم بالتصريحات دي كان مجلس الأمن هيكتمع كانت الأمم المتحدة هتنعقد كان كل المؤسسات الحقوقية والدولية والغير دولية هتكتمع وهتصدر بيانات مش كده؟ طيب لما مسؤولين إسرائيليين على الهواء مباشرة قالوا الكلام ده صوت وصورة تغريدات موثقة فيديوهات موثقة ليه مفيش حد بتكلم؟ آه ما قصد ضحية فلسطيني لأن احنا بنحارب خمس فلما بنحارب خمس فخلاص ممكن نبيد الاتنين وثلاثة مليون عادي اتنين وثلاثة من عشر مليون لأنه خمس بتستخبه وراء السراير ووراء الستاير وفي جدول نباطيات الدكاترة ولأن خمس موجودة في أنفاء الامار اي بتنافض على النفق بتاع خمس فخلاص طالما حضرتك بتحارب خمس فاطلع أعمل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني كله محدش يقول لك حاجة لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد خمس خلاص احنا تعودنا يا جماعة يعني احنا تعودنا خلاص اللي حضرتك كنت شايفه على الشاشة دي جرائم 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 لا يدافع عنها إلا مجرب طلعونا التصريحات تانية يا جماعة لا يدافع عن هذه التصريحات إلا مجرم لأنها تصريحات نتج عنها استشهاد أكتر من 11 ألف منهم خمس تلاف وخمسمائة طفل إصابة أكتر من تلاتين ألف سبعين في المية منهم من النساء والأطفال دي تصريحات مجرمة المفترض أن قالوها يتحكموا فورا لكن لن يقدم أحد المحاكمة لأن من قالها مسؤولين إسرائيليين بيكلموا عن خمس وعن الأطفال الفلسطينية نكمل التصريحات الإسرائيلية هتلاقي بيتس لائيل سموت ريتش وزير المالية الإسرائيلي قال أرحب بمبادرة الهجرة لعرب غزة إلى دول العالم أينما وجدت المستوطنات لا يوجد إرهاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيدور ليبرمان قال ليس هناك أناس أبرياء في قطاع غزة المصيبة السودة بقى هي الأغنية الغريبة دي الأغنية الغريبة اللي هي في غضون عام سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا الحب المقدس بالدم سوف يعود ليزدهر بيننا دي مقطع من أغنية إسرائيلية نشرتها هيئة البث الإسرائيلية كان وتدعو لقتل الأطفال يعني ده بلاغ لمن يهمه الأمر في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية هذه التصريحات انتهت الحرب أو لم تنتهي طال أمدها أو قصر هذه التصريحات إن كنتم تحترمون القانون الدولي إن كنتم تريدون للعالم أن يحترم القانون الدولي ويحترم الجنائية الدولية ويحترم المواثيق الدولية فلتحاكم هؤلاء المجرمين اللي بيحملوا صفات رسمية إسرائيلية أو وزراء سابقين دول مجموعة من المجرمين المحرضين على الإبادة الجماعية على التطهير العرقي على جرائم الحرب على الهواء مباشرة وبالتالي لا يمكن بحال أن يتم قبول هذا الأمر لمجرد أن بيطلع متحدث رسمي باسم جيش الاحتلال يقول لك روايات كاذبة وينهيها أن احنا بنحارب خمس تصعيد كبير مع لبنان وواضح أن حزب الله اللبناني إسرائيل يعني بتحاول روايدا روايدا أنها تجيب رجله في هذه المعركة بشكل أكبر من الموجود دلوقتي نشوف كده العرب الجديد وهي بتكلم عن البلدات اللبنانية تتعرض للقصف وتصعيد مستمر على الحدود مع لبنان الخبر بيقول تتعرض بلدات جنوبية على الحدود اللبنانية مع فلسطيني المحتلة منذ صباح اليوم الثلاثاء لقصف إسرائيلي وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال على علوم منخفض أعلن حزب الله اللبناني استهداف منزل في مستعمرة المطلع يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أنه ألحق بهم إصابات مباشرة الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب بلدة الخيام بصاروخ موجه بعيد المدى وأيضا قصف منزلين خليين من السكان في بلدة كافركلة كما نفذ غارات على منازل سكنية مأهولة في عدد آخر من البلدات حزب الله اللبناني أعلن أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ بركان وبطائرات انقضاضية إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن إصابة قاعدة عسكرية بأضرار جسيمة نتيجة إطلاق نار من الجانب اللبناني الوكالة اللبنانية أفادت بتعرض أطراف بلدات يارين الضهرة وطير حرفة لقصف مدفعي إسرائيلي عند ساعات ظهر الاثنين خلينا نشوف بعض اللقطات من موقع برينت العسكري نتيجة استهداف حزب الله اللبناني لها بصواريخ بركان نتابع بعدها بقليل نشر العربي الجديد خبر نقلا عن نايب الأمين العام بيقول إن توسع الحرب ممكنة نعيم قاسم نايب الأمين العام لحزب الله اللبناني قال ما دام العدوان على قطاع غزة مستمر فاحتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان من جانبه جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي حذر حزب الله اللبناني وقال أقترح على نصر الله عدم المخاطرة ببيروت من أجل طهران تصريح استفزازي كبير للأمين العام لحزب الله اللبناني وعلى الجانب الآخر الحقيقة الجبهة الأخرى اللي فتحت على مصرعيها وهناك تحذيرات أمريكية وإسرائيلية لإيران لأنها لا تعتبر ميليشيا الحوثي ميليشيا يمنية مستقلة وإنما تعتبرها ميليشيا إيرانية بالأساس فكان فيه خبر على موقع الجزيرة بتحذير الحوثيين من التدخل جماعة الحوثي تحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية حذرت جماعة الحوثي يوم الاثنين من أي تدخل في المياه الإقليمية وتوعدت برد مناسب على هذه الخطوة وأوضحت أن لديها الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات قائد قوات الدفاع الساحلي بجماعة الحوثي محمد القدري في تصريحات نقلتها قناة المصيرة التابعة للحوثيين بعد ما أعلنت الجماعة الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واغتيادها للساحل اليمني طبعا المشاهد أو الفيديو بتاع الاستيلاء على السفينة في الحقيقة تفاصيل كتير ممكن نعلق عليها خلينا نشوف الفيديو مع بعض عن تطورات المشهد في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر ودخول الحوثي على خط المواجهة بهذه العملية الاستيلاء على سفينة قالوا أنها إسرائيلية وقال الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست سفينة إسرائيلية على الإطلاق أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن الدكتور حميد الشجني الباحث والأكاديمي اليمني أهلا بك معنا دكتور طيب يعني أبدأ معك بسؤال لماذا دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة بهذه العملية أولا يجب أن نقر ونشجع أي تدخل يدعم قضاء غزة بشكل مثمر ويؤدي إلى نتائج ملموسة وليس عملية اكتساب شعبيات على حساب أهل غزة وعملية تضليل الإعلامي وما إلى ذلك هناك محطات كثيرة يجب الواحدة لكوف عندها وهي ما هو دور الوضن العربي بشكل خاص والعالم الإسلامي بشكل عام حول ما يجري في غزة وما هو موقع الوضن العربي في هذه المشكل نرى أن الوضن العربي انقسم إلى قسمين في هذا الإدار هناك ما يسمى بمحور القتال أو الدفاع وهناك الدول التي تغني على ليلها وتحاول أن تنسى قضية فلسطين وتهمش القضية بمجملها ما كان يجري في الماضي هو عملية أن الدول التي تحاول تنميع قضية فلسطين أصبحت تضبع مع الكير الصهيوني وأصبحت تندفع بشكل غير مسوك لعمليات مشتركة وعملية تعاون مشترك وما إلى ذلك والدول التي أخذت خط الدفاع وجدنا أو خط التحالف المشترك إذا سمي بذلك نجد أن هذه الدول وتزعمها إيران نجد أن هذه الدول ركزت عملية المشاكل داخل هذه الدول أوجدت فجوة كبيرة جدا جدا داخل هذه الدول التي تسمى بدول التحالف على سبيل المثال أصبح هناك حرف اليمن من 12 سنوات لا يعرف أحد لماذا قامت هذه الحرب ونعرف أن الشعب اليمني هو من تضرر من هذه الحرب والقتل والضحايا هو من الشعب اليمني لم يقتل في هذه الحرب لا يهودي ولا أمريكي ولا إسرائيلي كما يدعون وينقومون بالسراخ حول ذلك أيضا نجد أن حزب الله في خلال العشر سنوات الماضية تدخل في سوريا بشكل لم يسبق لهم تيل وتم استثاث العدد من الإخوان السوريين والقتال في سوريا وتحطيم البنية الأساسية والاعتداء على مدن وأهل بالسكان بشكل لم يسبق لهم تيل نجد نفس الشيء الحجد الشعبي في العراق والتنكيل بالشعب العراقي وما إلى ذلك أتى الآن المحك وهو عملية الاعتداء على الشعب الفلسطيني في غزة والكل كان من في السابق خاصة دولا للمحورا للتحالف أو المنصرة وما يسمى الجهاد وما إلى ذلك كانت دائما تقول أنها تعمل ذلك لتحرير الوضع العربي ثم الانضلاق نحو فلسطين الآن الفلسطيني يقتل في غزة ولا يكفي عملية إرسال المفرقعات من هنا وهناك كي تثبت هذه الدول أنها دول موانعة وأنها دول جهاد وما إلى ذلك فالمحكة الأساسية تمثل في دخول هذه الدول التي ما لفتت ليلة نهار للفترة الضويلة أن تقنعنا بأن هناك مشروع جهادي طيب هل برأيك بعد هذه العملية من اختطاف السفينة هل دخلت اليمن بقيادة الحوثي هذه المعركة؟ لا أعتقد أن اليمن دخل هذه المعركة لأن السفينة الآن كما أعلن مؤخرا أو تم التسليم مؤخرا هي سفينة يابانية وتم الاختلاط في العالم الياباني مع العالم الصهيوني الاختلاط في العالم الياباني والصهيوني لا يوجد تشابه حتى في الألوان دكتور ذلك ما يقولون أنا ما أقول هنا هو ما تم تسليمه تمام لأن السفينة على وشكا يتم يعني عدم احتجازها أو يرجعها إلى المعركة الإقليمية إسرائيل تنفي أنها والكيان الصهيوني بمعنى صح ينفي أنها سفينة صهيونية لا يهم هل هي سفينة صهيونية أم لا إذا كانت سفينة صهيونية نعم يعني يعني هناك حراك يمني جوي جدا جدا أدى إلى التدخل وهذا شيء جيد دعنا نقول أو نفترض أن الرواية الحوثية صحيحة وأنها سفينة إسرائيلية ما نشر في الأربع وعشرين ساعة الماضية يتهم الحوثي بأنه يقوم بعمل قطاع الطرق وإن أراد حربا أو أراد دفاعا عن فلسطين فليس عن طريق سرقة وإيقاف والتعدي على سفن تجارية حتى لو كانت تحمل العالم الإسرائيلي ما رد هذا ما أردت أن أقول له هو عملية الجرسة سيصنف اليمن بأن هذه الجماعة جمعت قرصنة وتعتدي على السفن وما إلى ذلك أيضا بالمقابل سأدي بإنعكاسات سلبية كبيرة جدا جدا على اليمن حيث سيتم عملية ارتفاع التأمينات على السفن الذاهبة إلى اليمن واليمنيين ليسوا بحاجة إلى ارتفاع الأسعار والأسعار يعني مرتفعة جدا جدا ولا ينقصهم إلا عمل مثل ذلك حتى يتم تصنيف هؤلاء بأنهم قراصنة وأن التأمين للسفن التي تدعب إلى اليمن يجب أن يكون عالي جدا جدا وبدأ تحتفى على الأسعار هذا ليس في صالح اليمن نعم أنا قوله وقلناه من الأساس أنه إذا كان هناك فعلا نية لدول الجهادية أو لتحرير فلسطين فهو الشأن الوقت المناسب أن تتدخل عن ضريق لبنان لبنان لديه يعني حزب الله لديه صواريخ دقيقة جدا وفاعلة ويمكن أن يؤثر وبصداعة العوتي أن يتحالف مع حزب الله في لبنان وأن ينضلقه في فتح الجبهة الشمالية وهو الوقت المناسب لا يجب الانتظار حتى يتم تصفية يعني أهلنا في غزة وتم تصفية القضية وهذا لن يتم بالمناسبة وثم يعني يفتح الكيان الصهيوني الجبهة في الشمال ويتم يعني يدكى لبنان كما يدكى الآن غزة يجب أن يكون الانتظار في وقت واحد ولكن دكتور يعني الحوثي حقيقة الأمر منذ 7 من أكتوبر أصدر أكثر من بيان تحدث أنه سيدافع عن فلسطين استهدف إيلات أكثر من مرة بطائرات مسيرة وإحدى تلك الطائرات وفقا لبيان المتحدث العسكري المصري سقطت في منطقة نويبع المصرية وبالتالي الحوثي على خط النيران منذ اليوم الأول ويكلل هذا الأمر باختطاف هذه السفينة الإسرائيلية يا عزيزي الفاضل يعني هذه كلها فرقعات الهوات تؤدي إلى زيادة الشعبية الحوثي وأنا أقول هنا إذا كان الحوثي صادق فيما ينتعي في تحريف فلسطين فيجب علي أن يتصالح مع الشعب اليمني أولا يجب علي أن ينهي الانقلاب ويتحالف مع البول اليمنية في الداخل لنصرة إخواننا في فلسطين نحن جميعا قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني مع أخواننا في فلسطين ولكن يجب أن يكون العمل له تأذير نحن لمدة عشر سنوات وهناك ما يسمى بالصرخة التي تقول بما يرددونه بالحرف الواحد الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود ونجد أن الموت واليمنيين واللعنة على اليمنيين ولم يفتل كما أسلقت يعني يهودي أو إسرائيلي أو أمريكي في خلال عشر سنوات من الحرب في اليمن التي أكرت الأخضر واليابس والذي أصبح اليمنيين يدقون الأمرين من الجوع والعضش طيب التصريحات الأمريكية دكتور التصريحات الأمريكية تهدد الحوثي إذا ما أقدم على خطوة كهذه بعد الآن ماذا لو اصطدم الحوثي ببوارج أمريكية أو بسفن أمريكية هل ستحدث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة في البحر الأحمر إيران يا عزيزي لن تحرك ساخنا سواء اتحرك اليمن أو اتحركت لبنان أو اتحركت سوريا أو اتحركت الوضن العربي ظالم أن المشاكل بعيدة عن إيران إيران على تفاهم كبير يعني تلتقي مصالح إيران مع مصالح الأمريكي في عدم المواجهة لن نتدخل يا عزيزي الفاضي ما هو عندما حدث الاكتحام لبنان في 2006 وحدث ما حدث اللبنان من خراب ودمار لماذا لم تتدخل إيران فإيران هي التي أوعزت الحزب الله في حينه بالمناوشة مع الكيان الصهيوني لماذا لم تتدخل اللبنان الإيرانيين لن يتدخلوا سواء اتحركت اليمن أو اتحركت سوريا أو اتحركت لبنان أو غيرها الإيرانيون إذا تم الاعتداء على إيران سيتدخلون بشكل ضمنا على أنه دفاع عن فلسطين وهو الاتفاع عن أنفسهم أما إذا المشكلة لازلت بعيدة بدليل أن الآن غزة تنحرك ونسمع التصريحات يعني فيلق الأقصى وفيلق التحرير وفيلق ما إلى ذلك أين هو أو لا لماذا لا يتدخلون الوقت الآن هو المحاكة الوقت هو ضروري الآن لأنه عملية التفرج على إخواننا في غزة حتى يتم يعني حصة الآلاف منهم ليس بالعقل السليم الذي يقول هؤلاء ماذا ينتظرون إذا كان هناك مستاقية أنهم يرونيون لتدخل في قضية فلسطين فهذا هو الوقت أفضل وقت أيضا بالنسبة للنظام السوري على سبيل المثال سوريا تم انتهاكها من قبل الكيان الصهيوني أكثر من ألف مرة خلال العشرات الماضية والنظام السوري دائما يقول أنه يحتفظ بحق الرات في المكان في الزمان والمكان المناسب ليس ما هذا هو أنسب مكان كون الكيان الصهيوني منشغل بالجبهة الجنوبية لماذا لا يفتحون الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية ويناصر أخواننا في فلسطين وتكون هي للجبهة التحرير بالمعنى لا سليم أنا أعتقد أن كل هذا هو يتم لعملية ضر الرماد على العيون وعملية الترويج لبضاعة هؤلاء وهؤلاء لن يفلحوا للأسف يعني كنا نتمنى أن يفلحوا ولكن هما شأنهم شأن إخواننا الذين يرقصون ويغنون ويتفرجون يعني الفرق والبعض يتكلم والبعض لا يتكلم والعرب وفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى الكلام الفلسطينيون بحاجة إلى العمل الفلسطينيون بحاجة إلى التدخل التدخل المثمر وليس إرسال صواريخ من اليمن ما هي صواريخ التي تحدثوا من اليمن وتضرب الكائن الصهيوني يعني هذا كلامنا ليس منضغي ممكن أن يتدخلوا لليمنيين عن طريق حزب الله في لبنان وتنسق الجهود ويتدخل ويتدخل الإيرانيون عن طريق سوريا وهذا يتم توحيد الجهود وهذا يتم يعني يتدخل العراقيين أيضا عن طريق سوريا وعن طريق لبنان وعن طريق الأردن أما عملية يعني الكلام الذي يتم ترويح بأننا ستندخل وسنعمل متى شكرا جزيلا دكتور حميد الشجني الباحث والأكاديمي اليمني كنت ضيفي عبر سكايب من لندن أهلا وسهلا نهاية هذه الحلقة شوفكم بكرا إن شاء الله سبعة بلوئة القائرة تطبعها لأخير